بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل في هذا الexercise فبنيجي بنقول ان احنا عايزين نعمل بعض في هذا الشكل فلو قينا اخترنا التوب التوب بتاع هذا الexercise بنيجي بنقول عايزين نعمل vertical hole نعم نستطيع ان احنا نعمل vertical hole هنا في هذا المكان فهاجي هروح على features وهقول له طبعا turn mil turn mil هروح على holes ومن holes هختار الابعاد اللي انا هشتغلها فهقول انا كان عندي الديامتر ده 40 mm فهاخد الديامتر 40 mm depth 40 mm هنا وعندي الديامتر 6 mm هننقل على اللي احنا هنشتغل فين في الآوتر ديامتر هو يجب لي في ال x y في الفيس هو بيجب لي في الفيس في الآوتر ديامتر ولا احنا هنشتغل في ال od اللي هو الآوتر ديامتر وهن يجي نقول له ان ال hole ده هيبقى هنا يبقى يبقى دي ال hole اللي احنا هنشتغل عليه طيب ال radius هنا كان كام ال radius هنا كان كام كان 20 لان انا قلت ديامتر 40 يبقى هنا radius كان 20 يبقى بكده نستطيع ان احنا نقول له الزد لو عايزين يجيبها هو جيبها لي بزيد مائنس هي مائنس 40 عشان تبقى بالزبط مائنس 40 وهدي بريفيو يبقى هو عمل ال hole اللي احنا طالبين ان احنا نعمله في هذا المكان التالي كده نفذنا ال hole في هذا المكان طيب كده فضلنا ان احنا نعمل ال cut off لهذا البارت لان هذا البارت طبعا فهنعمل ال cut off عشان يبقى خلصنا ال exercise بتاعنا فهنروح على turning وهنروح على ال cut off و بعدين بيقول لي هو diameter cam diameter 60 اه انا موافق انه هو ده diameter اللي نشغل عليه ال width بتاع cut 3 ما فيش مشكلة الزد هنخليها طبعا ب minus 58 minus 58 عشان ندي مجال العطيب اكده انا عندي التالي خلاص اوكي عملنا ال cut off احنا عملنا vertical hole ال hole اللي هو فيه حوالين ال diameter كل كنا بنعمله بنعمله في الفيس يعني كل التشغيل اللي عملنا عملنا في الفيس نحب يتوضح لك انت من الممكن انت تعمل على ال profile اللي موجود قدامك ده تستطيع انت تعمل عليه اي عملية تشغيل يعني المقطع الدائري نقدر نفع عندنا الترنميل وعندنا الترنميل نروح على ايزومترك نشوف الشكلة هي ازاي اوضح لك الهول نعمله shadow يبقى ده الهول اللي انت جبته الجديد هو ده اللي انت اضفته شوف ال cutoff برضو نعمل لها shadow يبقى اذا ايه هو ده المستوى اللي هيتم عليه القاطع هي انا موضح امامنا الان كل الحاجات اللي هيتعمل لها تشغيل معمل لها shade يبقى اذا هي ده كل عمليات في الاول وضحنا ازاي بيتم تشغيل كده انا امريدي ان انا اعمل عملية tool path فهنعمل tool path وثم نقوله اعمل لنا simulation لهذا ال part عشان يبقى نهينا هذا الجزء بالكام تعال نشوف هيتم ازاي طبعا ادي turn 1 انا لو القيت نظرة على yellow arrow اللي موجود قدامي لانه كل عملية بيتم الانتهاء منها بينتقل yellow arrow الى العملية التي تليها الى انه انتهي من operation list اللي موجودة امامنا اللي تحتوي على كل العمليات المطلوب تنفيذ طيب هو كده تلقتي بيعمل finishing لturn 1 ثم لو نظرنا الى operation list هنجد انه عندنا pattern اللي هو مين اللي هو pocket we have got three pockets pocket pocket 1 we'll start pocket 2 and now move to the last one which is pocket 3 كده عمل three holes طبعا احنا وضحنا شفت القطاع هنا بقفتني في ايه القطاع وضح لي التفاصيل الداخلية التي توجد داخل هذا product فهنا اصبح اصبح الvertical hole والريالي معمول ازاي وادي الهول اللي هو كان معمول في الفيس تعال ناخد trackball ونشوف اهو نشوف الهول نافذ اه فعلا ادي الهول زي ما احنا شايفين من الرأس it's through hole وهدي الcut off اللي احنا عملناها يبقى كده وعندنا كمان لو قدرنا نلف الشكل كده يبقى نشوف ان احنا عندنا ال pocket موجودة وعندنا ادي الهول من الاتجاه الاخر يبقى بكده ادرنا نطبق كل عمليات ال turning الى هنا نصل لنهاية هذا المقطع نراكم ان شاء الله في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته